السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معي من جديد في مطبخ سريف حسناء كنت مرحبا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله حضرت اليوم هذا المخمر الصغير اللي تحتاجه بشهر رمضان اللي كيجي صراحة خفيف بطريقة جدا سهلة ومبسطة وكيجي صراحة هذا المخمر خفيف وخاوي من الداخل دزل مكونات الطريقة خليكم معي اخذي 250 جرام ديال سميدة رقيقة ماشي لفينو السميدة اللي سندلو بها الحرشة وخديت نصف هذه السميدة اللي حول ننورها لكم ماشي لفينو المهم سميدة رقيقة السميدة الرقيق وخديت نصف كيلو ديال الفورس او للدقيق الابيض يعني 500 جرام ديال الدقيق الابيض نضيف مالقة كبيرة ونصف ديال الخميرة ديال الخبز المعجونة او للخميرة الخرر اللي كنعجنه بيتها الخبز نضيف جوج مع الكبار ديال السكر سانيدة وهذا المالقة كبيرة عامة ديال الزبدة السبيسيال ما نضيفها شداب نضيفها من بعد حتى نعجن العجينة وندلكها مزيان عد غندخل هاد الزبدة في العجينة عندي الملح طبعا والماء يكون دافي غشويا لان الحال شوية سخون هاد الايام سوف نعجن العجينة عادية كما موال في العجينة البطبوط و الخبز و هذا الزبدة نضيفها على الجن بحتى نجمع العجينة ان شاء الله نجمع العجينة بنات مزيان كما تلاحظون من رخفوهاش مزيان من الاول نخلي وشوية قابطة فراصة حيث نحتاجه ندلكوها مزيان نطلقها معاكم في مرحلة التارية خليكم معاكم كما لحتوا البنات بعد ما دلكت العجينة مزيان سوف ندخل فيها هاد الزبدة هاد ونطلقها معاكم كما لحتوا هنا يراني دلكت العجينة مزيان البنات وزدت الخبتها بالماء بعد ما دخلتها ككمية ذي للزبدة يعني العجين كيكون مرخوف وكيتلصق في اليد يعني كل مد اللي كانت الحاجة مزيان مزيان كلهم يكونوا مرخوفين جين نتيجة مزيانة سوف نأخذ الكوكوت ونضير فيها هاد العجينة تخمر بل كانت الكوكوت نضير واحد سوبر اللي تسد مزيان او الاسطل يعني كي تكمل اغلاق ديالو او البلاستيك يكون غدائي كنأكد يكون غدائي هاداك اللي تكون طيب نضيره فيه العجينة ونصدوك تكون نفس النتيجة صاف اذا بغى نخلي هاد العجينة تخمر واحد الساعة ونطلقى معاكم ان شاء الله اذا ابنالس بعد مخمرات العجينة كيما كتلاحظون يعني طلعت العجينة الفوق والعجين مرخوفة بزاف كتلصق في اليد غا ننزل هاد نحاول نخرج هاد الهوال اللي كيكون في العجين وغدا نجيب حدايا الميزان باش نعبر هاد المخامرات يجيوني قد قد كيما لاحظتوا يعني هاد طريقة احسن غدا ندير في الوزن ديال كل الحباء ثلاثة وربعين جرام و لكن من بعد خليتها ثلاثة وربعين جرام جاتني ايا هذيك باش ميجيوني اشتني صغار و القوم مشكله احنا تنعمروهم و ميجيوش تنقبار وبالتالي ما غايجيوش حلوين في المنظر فهدا هو علاش يعني ثلاثة وربعين جرام وزن جدا مناسب و ان شاء الله احنا على ابواب شهر رمضان غا نحتاجهم بزاف هاد المخامرات بإمكاننا نحتفظوا بهم في المجمد ما كتوقع لهم بتشي حاجة جبدو مغير في الصبح وفي العشية عمرهم بالسلسة اللي كتكون عفوان بالحشوة اللي كتكون اما حارة اما باردة كيبقى لكم الاختيار وها الطريقة احسنة لبنات يعني كنطلقو الطريقة الخرية اللي كنا كنديرو خبزة كبيرة وكنطلقوها بدلاك وكنقطعوها ونعاودو سنين جمعو ديك العجينة اللي كتشيطو كنتسنو وقت باش كتترتاح ديك العجينة وبالتالي كنكونو ضيعنا بزاف ديل الوقت فها الطريقة كتجي اسهل وضغية يعني كنزربوه ما كتكونش فيها تعمارة بزاف هي هو كيف تحي تحلو الكوكوت تغسلو بلاست صفارة مزيانة لبنات كن اكد عليها سبقوها هي اللولة عدا بدوك تخدمو في العجين صافي يا البنات قد نكمل بهالطريقة لاحظو على ان العجين كيتلصق في اليد كما لاحظو كمت الكيمية كلها دي العجين صافي وكنبدأ نشكل فيهم على شكل يعني خبيزات صغار بهالطريقة هذه بحلي غدا اللولة بالخبز غي هوتي يكون صغير الحجم صغير بزاف صافيك تعطيني هات الشكلة ده تنقررس بالفورس بغيتو تقررسوا بسميدة قررسوا يعني تبقى لكم الاختيار وبالنسبة الاخوات يعني إلا ما كانت سميدة عندكم في الدار بإمكاننا نخدمو بالدقيق ديال الفينو بنفس القياس اللي خدمنا بسميدة ماشي مشكل ومن الاحسن يعني تقررسوا بالفورس كيجي احسن لان انا غدا نعمروهم فسميدة كتبقى يعني شوية كتكرفص في الخدمة وحتف الطياب كتحرق يعني مهم كنصيحة مني نخدمو نقررسوا بالفورس احسن عندما يعني خبيزات صغار الحجنية لهم تيكون صغير بزيف مرة مرة ندير يديها فطحين باش ما يبقىوش يتلسقو غي باش نوريكم يعني على ان العجين تيكون مرخوف جميع المعجنات خاص العجين يكون مرخوف باش النتيجة كتجي مزيانة وكيجي المعجنات من النتيجة طيبة وتيجي ورطبين عندما كانش الميزانة لبنات ناخده للقياس غير في يدينا يعني عيننا ميزانة صوف يمكن بشيو بنفس القياس نحاول نجيبو نفس القياس تقريبا قد الليمونة الصغيرة بنسبة الاخوات لما كانش الميزانة نحاول نعطي جميع النقطة لبنات باش ان شاء الله تخدموا هاد الوصفة وتنجح معاكم وتبقى معتمدة عندكم يعني كيجي محمر هاد المخمر هاد وكيجي يرطب ومفروق من الداخل ما كتجيش يعني جيها فيها للبابة كثيرة وجيها رقيقة بززاف يعني تقريبا كيجي هو هاداك من الوسط سوف يا لبنات غنكمل بنفس الطريقة ونطلق معاكم ان شاء الله في المرحلة التالية بعد ما نكمل خليكم معايا ان شاء الله وهنا لبنات كملت الكيمية كلها ديال البطبوط طبع غدا نغطيهم ونخليهم يخمروا للمرة التانية نسبة للمرة التانية لبنات ما تفوتش خمسة دقيق كيكونوا صافي خمروا وكتبداوا في المرحلة التالية إذن البنات بعد ما خمروا القريصات تناخدهم تنطرقوا موحد شوية بيدية وتنتي تلك في الطول وفي العرض يعني ديال المخمار بججي مقدة لاحظوا يعني العجين كله يعني منبل مع جناب لأن العجينة مدلوكة مزيان ومرتاحة مزيان وخامرة مزيان فالمخمار غادي يجي يعني رطب ومهوروا حد درجة كبيرة كيما لاحظتوا يعني نفس العملية لاحظتوا يعني كله منبل هات المخمار مع جناب كنطرقوا حد شوية بيدية وكنتدي ديالك في الطول وفي العرض باش نحافظ على الشكل ديال المخمارة ما تجينيش عوجة وما نقويش تاني الفورس بزاف باش ما يبقاش باين حيث غنطيبوهم ناشفين غنطيبوهم بلا زيز كنستمر بنفس الطريقة ديالبنات يعني عملية ساهلة وتاخدش الوقت بزاف وما كتبقاش لنا التعاويدة ديال العجينة يعني كننضو من اللول بجميع القريصات كنستمر الخدمة من اللول تالاخر كتكون نقية الخدمة كنستمر بهالطريقة هذي البنات حتى نكمل الكورات كلهم في المرحلة الثانية ما نخليوش يخمروا بزاف وحد جوج دقائق تحصل ثلاثة صافي كان بدأ باللولين اللي قرص صافي وكنكملوا الطياب بالنسبة للرق ما ترقوش بزاف في العلقة توم بزاف غي يجيو كارم للمخمار وهذا هو اللي بطبوط هو كملت توم البنات كاملين في التقراس يعني مرقاقش بزاف كما كتلاحظو هانتو مع البنات هذي اللي كانت حدايا صافي اذا بغندوط نطيبه خديث البنات هذي المقلة الخفيفة اللي كان طيب فيها الكريب اول المقلة ثقيلة ديال المسممن كيف كارمي المخمار جوج ديال التاواني ثلاثة ديال التاواني كان قلب يعني في البلاصة باش كيجي المخمار امفروق وكان قلب كل ساعة وكان دور بيديا باش كنطيح واحد اللون اللي يتكون يعني مدهب والمخمار تيتفرق الي كترنا انا نقلبه كل ساعة نقلبه المخمار فراك يتفرق دغيا وكيجي صراحة مهوي من الداخل وارطب ومتنقصوش البوطة باش ما يقصحش هذي المخمار هانتو مع البنات وصف البنات كان استمروا بنفس الطريقة يعني كان بقاوا كل ساعة نقلبه المخمار يلا بغينا يتحل من الوسط كيما طلاحتو هانتو مع يعني باش كان طيحو حدلوين كيجي مدهب نكمل البنات ونتلقى معكم في شكل نيائي ديال هاد المخمار خليكم معي ان شاء الله وتيبقى هذا هو الشكل نيائي ديال المخمار ابنات صراحة تيجي رائع وخفيف وخاوي من الداخل يعني بإمكاننا نحتفظ به في المجميد كيما قلت لكم تيبقى هو هو لأن العجينة مخدومة مزيان ومضلوكة مزيان فكيبقى بحلي الله طيبناه مني تنجي ونخدمو به تنسخنوا هذي المخمار بحلي الله حيدناه المرة الاولى من المقلات كيما قلت لكم ابنات يعني كتجي البابة في الوسط ما كتجيش جهارك يقويها غليظة كيجي يعني البابة متوازنة أنتما البنات كنحاول نبرك بيدي على المخمار بشي بليكم شحال يعني كيجي خاوي من الداخل ومضلوك وخفيف كنتمنى البنات الوصفة والفكرة تكنات إعجابكم وإن شاء الله تجربوه بالصحة والراحة وإي حاجة ما واضحاش أي حاجة من فوما شخلي ولي إن شاء الله في التعليق إن شاء الله نجاوبكم عليه وكأنشكركم بزاف بزاف على حسن المتابعة وعلى التعليقات والاتسجيات اللي كتخلوا لي وابقى لي إلى نقول لكم البنات صلى وفرصكم بزاف وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله شكرا